بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للناس أجمعين محمد وآله وصحبه أما بعد أخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج ذي وصفحات من التاريخ الحديث أتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت حرقة السابقة وقفت عند بيع الخديو إسماعيل أسهم مصر في قناة السويس كلها بسبب حاجته للمال وضغط الدائنين عليه وذكرت أن أمريكا فيكتوريا فرحت فرحا شديدا جدا بهذا الصنيع الذي أنجزه ديزرائيلي واسمعوا جاءتها التهاني من دول أوروبا التهاني على خيبتنا من دول أوروبا باستثناء روسيا التي أرادت أن تجامل فرنسا روسيا يعني فرنسا غاضبة لأن امتلكت مصر خمسي أسهم قناة السويس امتلاك جديد غير الأسهم التي كانت لها من قبل فهذا يعني كان إنجازا هائلا رن صداه في أوروبا كلها وفي غيرها وعد ليوبولد ملك البلجيك اسمعوا بالله يا إخوة ويا أخوات اسمعوا الذي يجري عد ليوبولد ملك البلجيك هذا العمل كأعظم حادث في السياسة الحديثة أعظم حادث في سياسة الزمن الحديث وقابل الرأي العام الإنجليزي هذه الصفقة بحماس كبير وطرب المعارضون للحكومة من الأحرار لهذه الصفقة حتى المعارضون للحكومة طربوا ما هو فرحه طربوا لهذه الصفقة إذ سرهم أن تنال بريطانيا هذا النصيب المهم من أسهم شركة قناة السويس رأيتم إلى السفاهة والتبذير الشديد ماذا يصنع أيضا تعرفون أرباح هذه فقط أرباح هذه الأسهمة بيعت كم وصلت؟ وصلت في سنة 1929 إلى 38 مليون وستة من عشر من الجنيهات فقط الأرباح كم هو باع بأربعة ملايين فقط طيب تعرفون كم كانت قيمة الأسهم في سنة 1929؟ قيمتها 72 مليون جنيه يعني كم ربيحت بريطانيا؟ ربيحت مائة مليون جنيه من وراء الصفقة هذه دفعت أربعة ملايين وربحت مائة مليون كيف جاءت المائة مليون؟ 72 مليون قيمة الأسهم في سنة 1929 و 38 مليون وستة من عشر أرباح الأسهم أربعة مقابل مائة مليون حتى نعرف ماذا يجري آنذاك طيب ما كف هذا كله لنهمه للمال وحاجته له ماذا يصنع؟ اسمعوا ماذا يصنع رهن مديريات مصر هل سمعتم بهذا قط في التاريخ؟ رهن المديريات يعني مديرية القاهرة ومديرية اسكندرية ومديرية كذا رهن المديريات الواحدة والأخرى رهنها بأرضها بعقاراتها بمزارعها بثرواتها رهنها مقابل طلبه للمال والمديريات أنا قلت لكم من قبل أن محمد علي قسم مصر إلى سبع مديريات وكل مديرية مقسمة إلى مراكز وكل مركز مقسم إلى أقسام فالمراكز عليها مأمور والقسم عليه ناظر ومديرية عليها مدير يعني مديرية تشبه الآن مثل محافظة يعني بل في تقسيم محمد علي أكثر أكبر من محافظة لأن سبع مديريات مصر الآن فيها محافظات كثيرة فرهن مديريات مصر رهن إيرادات السكة الحديد رهن إيرادات الجمرك رهن إيرادات الضرائب رهن عوائد الملاحة النيلية رهن إيراد جسر قصر النيل رهن رسوم الجسور المصرية يعني الكباري ورهن غير ذلك أيضا يعني ما الذي أبقى لمصر وليس هناك رجل رشيد يقوم في وجه ما يقول له ماذا تصنع ماذا تعمل ليس هناك شعب يتحرك ليتظاهر ليخلع هذا الخديوي حدث هذا بعد ذلك كما سأذكر إن شاء الله تعالى لكن لكن انظروا ماذا جرى على البلاد المصرية بسبب سفاهة هذا الرجل وهل كفى هذا لا اسمعوا ماذا جرى أوروبا حتى أوروبا دورة مؤسسات فرنسا وانجلترا بالذات ما الكلام هذا لا يصح عندها تريد ما لها عندها ديون أو هناك قروض هائلة في مصر وتريد أن تستردها بأي طريقة ماذا صنعت عملوا لجنة أجنبية اسم لجنة كيف لجنة كيف هذه رجل مالي كبير ضخم اسمه كيف هذا الرجل انجليزي فيما أذكر طلب منه طلب إسماعيل من وزير أرمني عنده اسمه نوبار باشا سأل بعد ذلك رئيس وزراء مصر ونصراني وعجبوا لهذا رئيس وزراء ونصراني المهم طلب منه أن يذهب إلى انجلترا ليطلب من انجلترا أن تأتي إلى مصر بخبير مالي يحل القضية المعقدة مصر أعلن هو إفلاسه حتى الفلاحون أعلن إفلاسهم كما سيأتي البلد كلها مرهونة سارت حالة غير مسبوقة فطلب من بريطانيا ترسل خبيرا ماليا من أجل أن يبحث عن مخرج المشكلة الخبير المالي خبير كفو في الحقيقة وكتب تقرير كبير جدا سأتي على ذكري بعد ذلك لكن هذه اللجنة لجنة كيف لجنة أجنبية فرضت في مصر فرضت على الناس وطلب منها فحص الشؤون المالية وتدخلت اللجنة في البلدان والقرى والنجوع والكفور والمديريات والأقسام والمراكز وفي كل مكان دخلت هذه اللجنة أخطبوت يريدون فلوسهم يريدون أموالهم وناس يقضون وناس يعرفون من أين تؤكل الكتف ألف هذه اللجنة التحقيق الأجنبية وما كفى هذا بعد ذلك فرضت رقابة ثنائية على مالية مصر وزير فرنسي ووزير إنجليزي فرنسو إنجلترا أخبر تا إسماعيل أنه لا يمكن أن تسكتا على حقوقهم المالية ونحن نريد أموالنا طيب ماذا تريدون سنرسل لكما ممثلا ماليا من قبلنا وسميت لجنة الرقابة لجنة الرقابة الثنائية يعني من إنجلترا وفرنسا على شؤون مصر كلها على شؤون مصر كلها هل هذا فقط في الناحية المالية كل الشؤون تدخلت فيها هذه اللجنة كل الشؤون تدخلت فيها كما سيأتي أنشأ صندوقا للدائن هذا صندوق أجنبي يستلم الديون وهو الذي يسدد للدائنين يعني محلة السيادة المصرية تماما بسبب هذا أيضا عين بعد ذلك في وزارة عينت في مصر برئاسة نوبار باشا سأل رئيس الوزراء وأدخل وزيراني أوروبياني أوروبياني للوزارة لأول مرة في تاريخ مصر وزير الشؤون المالية السير ريفرس ويلسون بريطاني وديبليير الفرنسي وزير الأشغال في وزارة مصرية أدخلا هكذا قصرا وتغلغل النفوذ على وجه غير مسبوق للأجانب في مصر إيش الذي جرى بعد رهنوا مديريات ورهنوا وفعلوا وعملوا كل هذا ماذا جرى بعد ذلك اسمعوا لجنة التحقيق هذه بعد ما رهن كل اللي ذكرتوا لكم من قبل باعت امتياز استغلال المناجم والتنقيب عن النفط باعته لصالحة طبعا عملت عملا عجيبا مضحكه والله لكن أشبه يعني أمر مبكي والله لكن يعني الضحك هذا كما يقولون وكم ذا بمتنبي قال وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك أشبه بالبكاء صدرت عظام الموتى البالية اللجنة نبشة القبور أخذت عظام الموتى البالية لأن فيها فسفورا وصدرتها إلى أوروبا تصوروا الاعتداء على الكرامة الإنسانية هؤلاء الذين يزعمون يتبجحون أنهم يرعون حقوق الإنسان وأنهم أناس متحضرون وأنهم أناس متقدمون وأنهم أناس يرحمون الغير فتحوا القبور وأخذوا عظام الموتى المصريين وصدروها إلى أوروبا من أجل استخلاص الفسفور كما صنع في الجزائر جريمة التي تركبت في مصر تركبت في الجزائر أيضا فإنهم أخذوا عظام الموتى وصدروها جزائر تعرفون من أجل ماذا؟ من أجل التبييض كانت مادة العظام مستخدمة للتبييض فأخذوا عظام جزائرين مسلمين ليبيضوا بها وجوههم السوداء في فرنسا إن الله إليه يراجعون طيب هل سمعنا قط في التاريخ بمثل هذا الصنيع الوحشي؟ لكن لجنة التحقيق مكلفة بانتصاص خيرات مصر كلها وليجري ما يجري بعد ذلك ضاعفت رسوم الجمارك أنا قلنا أنه رهن الجمارك لكن ما يكفي الرهن ضاعف رسوم الجمارك هذا كله أدى إلى ضعف التجارة في مصر ضاعفت أسعار النقل والشحن بالسكك الحديد في إجراءة سبب كساد عجيب والتجارة والصناعة سرحت جزءا كبيرا من الجيش بحجة توفير النفقات طبعا لجنة بريطانية تعلم وهذا كان يدور في الدوارة البريطانية منذ مدة طويلة أن بريطانيا عينها على مصر أن عين بريطانيا على مصر وتعلم أنه سيأتي يوم بريطانيا ستحتل مصر فمهدت لهذا الاحتلال بتقليص الجيش وقالت نفقات الجيش غير مقبولة ولابد أن يقلص الجيش ولجنة لا يرد لها طلب بالمناسبة لا يرد لها أي طلب لابد طلباته أوامر تنفذ فسرحت جزءا كبيرا من الجيش بحجة التوفير أعلن إفلاس مصر في سابقة غير مسبوقة في التاريخ الحديث أول دولة في العالم تعلن إفلاسها وأعلن الفلاحون مساكين إفلاسهم حتى الفلاحون أعلنوا الإفلاس تعلمون أن الديون وصلت على الفلاحين مساكين إلى عشرين مليون جنيه تعرفون السبب ما هو السبب أن إسماعيل كان ويد المال فكان يضرب الفلاحين بالكرابيج ما يجل استخراج المال والفلاحون مساكين باعوا مواشيهم باعوا دوابهم باعوا أرضهم باعوا بيوتهم وما يعني ما بقي لهم شيء صاروا يستدينون من المرابين الذين انتشروا بقوة في المزارع والقرى والبلدات كانوا يهودا ويونانيين استدينون منهم بالربة حتى وصلت ديون الفلاحين إلى عشرين مليون جنيه مبلغ مهول وأعلن الفلاحين المساكين أعلنوا إفلاسهم وسأتي بعد الفاصل للمآسي والمهازل أيضا في عهد إسماعيل فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل أيها إخوة والأخوات حدثتكم عن بعض المظاهر السفه الشديد الذي جرى من إسماعيل باستدانة هذه المبالغة الهائلة وما جره على البلاد من مآسي لا تعد ولا تحصى بسبب سفهي وأختم قبل ذكر مظاهر الإسراف العجيبة التي هي أشبه بقصة لطيفة تسمعونها هكذا قصة يعني عجيبة ولطيفة لكن مبكية في الوقت نفسه لارتمائي في أحضان الأوروبيين كان كما قلت لكم لا يرد لهم طلبا فمثال وصلت جيش وجيش إسماعيل إلى حدود أو إلى بلاد الصومال في توسع كان يجب أن يتوسعوا ليشملوا القرن الأفريقية كله ليكون مع السودان تحت مصر فغضبت إنكلترا ما رضيت وأمرته بأن يسحب جنوده واستجاب استجاب رجل وسحب الجنود وكان سحب الجنود مقدمة لأن تحتل كل البلاد هذه البلاد القرن الأفريقي وذكرت لكم أنه لا يرد لهم طلبا فكان لابد أن يستجيب لكن كان على حساب الشعوب المسلم المسكين التي بتوليت بعد ذلك بالاحتلال الإيطالي والاحتلال الإنجليزي وصار هناك صومال اسمه صومال إيطالي جيبوتي وصومال الفرنسي وصومال الإنجليزي وصار تدخلات طبعا في كينيا وأخذها الإنجليز وصارت مآسي بعد ذلك لكن هذا الذي جرى أيضا طلبت منه بريطانيا طلبا عجيبا وغريبا جدا طلبت منه تعيين الرحالة المشهور صامويل بيكر مديرا لمديرية خط الاستواء يعني مديرية خط الاستواء كانت إحدى مديريات في مصر وقمت لكم مصر مقسمة إلى سبع مديريات مديرية خط الاستواء ما كانت تعهد إلا إلى حاكم مصري بطبيعة الحال فطلبت منه بريطانيا طلبا غريبا أن يكون صامويل بيكر الرحالة الرحالة مشهور آنذاك أن يكون مديرا لمديرية خط الاستواء فوافق وافق وافق إسماعيل إيه سبب الموافقة ما هناك سبب إلا أنه يستجيب يستجيب ويرى أن أوروبا هو الرجل منهزم نفسيا منهزم منبهر حضاريا ومنهزمه نفسيا إذا اجتمع الانبهار الحضاري بالغرب مع الانهزام النفسي وعدم وجود العزة وعدم وجود المجد وتطلع إليه في نفس الشخص يصاب بما يصاب به ويحدث هذا الكوارث التي يعني سردتها وأسردها وسأسردها عليكم بعد صمويل بيكر طالت منه بريطانيا تعين جوردون أيضا مديريا مديرا لمديرية خطر السواء ففعل وطلبت منه طلبا عجيبا طالت منه أن يكون جوردون حاكما عاما على السودان يعني كان يسمونه حاكم دار حاكم دار أو حكم دار بالعامية المصرية حاكم دار بالتركية فوافق الرجل يعني طلب غير مسبوق ومنصب غير مسبوق يعد من أكبر مناصف الدولة المصرية وافق أعطاه لي جوردون هكذا مجانا يعني لو أنه قال للانجليز طيب أنا أعطيكم هذا المنصب لكن أسقط عني مثلا ثلاثين في المئة مديون أكلموا فرنسا أن تسقط عني أشرة في المئة وعشرين في المئة مديون كانت بريطانيا فعلت لأن لها مصالح كبيرة وكبيرة جدا في تعيين جوردون حاكما عاما على السودان يسهل لبريطانيا غزو القارة الإفريقية ومصالح ضخمة ما هو وقت الحديث عنها الآن هل فعل اسماعيل هذا؟ للأسف كان يسلمه من مناصب مجانا وهل اكترثوهم له وراعوا حاله بهذه التنازلات العجيبة التي يقدمها؟ لا قلت لكم إنهم طردوه في ذلة وهوان بعد ذلك من منصبه باعوا حتى أملاكه الخاصة والشخصية وصار في أسوأ حالة نسأل الله العافية في هذه الدنيا الفانية يعني هؤلاء الأوروبيون هكذا هم يستعملون الحاكم الذي يريدونه فإذا استجاب لهم يستعملونه استعمالا مهينا جدا ثم يرمونه بعد ذلك بدون رحمة ولا شفقة يعني قوم لا يعرفون إلا المصالح قضية الرحمة والشفقة هذه مصطلحات يعني للنساء وللضعاف ما هي للأقوياء والأول مرة يسند هذا المنصب إلى أجنبي جوردون معلوم أنه قتله المهدي بعد ذلك في ثورة السودان وإلى الحمد والمنى قتل جوردون وكان لقتله صدى عالمي هائل آنذاك لكن فضل الله قتل يعني المسألة ليس آن من تفصيل قضية المهدي والثورة السودان ليس هذه قضية الآن هذه يعني هذه نظرة إلى ما حدث في عهد إسماعيل من فساد وفساد هائل طر بعده إلى التنازل عن الحكم وهذا التنازل له قصة سأذكرها بعد حلقتين يعني هذه الحلقة والحلقة القادمة لا الحلقة التي بعد القادمة سأذكر قصة التنازل تنازل إسماعيل عن العرش وقصة مؤلمة أيضا ومؤسفة بسبب تسلسلها وسياق أحداثها لا بأنه مأسوف عليه ولا يؤسف عليه لا يؤسف على رجل مثل هذا الآن في الحقيقة سأذكر لكم بعض الفضائح في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة لا بد أن نكمل لأنه يعني أمر أنا ما سمعت بمثله أنا شخصيا أعود نفسي أحد القارئين المتوسطين أقرأ قراءة طويلة وقرأت قراءة طويلة جدا في حياتي لكن لم أسمع بمثلي هذا قد أبدا وقرأت تاريخ العباسيين وقرأت زواج المأمون بالمبالغ الهائلة التي أنفقها في زواجه وصورة الإصراف الشديدة التي كان المأمون عليها في ذلك الزواج وذكر ذلك المؤرخون على وجه من التعجب قرأت نباهج التي كانت في الدول سواء كان العباسية أو الدولة المملكية أو الدولة العثمانية مباهج ومباذل وحفلات كانت تجري قرأت تفصيلات كثيرة لم أسع مثل هذا من قبل أبدا يعني مثلا حفل افتتاح قناة السويس قلت لكم من الرجل حاول أن يقلل من المزايا الممنوحة للشركة وكذا كان مشروع استمر للنهاية وافتتحت قناة السويس سنة 1869 افتتحت القناة هذا الافتتاح وصف في الصحف الأوروبية بأنه يعني هذا الافتتاح صار له حفل وصف الحفل بأنه حفل أسطوري ظلت الصحف الأوروبية تتحدث عنه لمدة أسابيع أسابيع هذا الحفل وكان حديث العالم آنذاك كان حديث العالمي عن فخامة هذا الحفل وتنافست الصحف في وصفه وجرى فيه من إسراف شيء عجيب كل هذا والكرابيج تلهب ظهور المصريين مساكين فلاحين وتجبرهم على السيدان حتى وصلت يعني ديونهم إلى 20 مليون جنيه كما ذكرت من قبل وديونة عليه بلغت 100 مليون جنيه ومع ذلك يسرف هذا الإسراف في افتتاح قناة السويس دعا سلطان عبد العزيز وكان السلطان الدولة عثمانية آنذاك اللورد باجت أمير الأسطول البريطاني في البحر الأبيض المتوسط الإمبراطورة أوجيني إمبراطورة الفرنسيين وعهد إليها بإدارة الحفل ورئاسة الحفل يعني حفل مصري يفترض لكن بما أن القناة فكرتها فكرة فرنسية فعهد إلى الإمبراطورة هذه من أجل أن هي ترأس الحفل والافتتاح وكذا والإمبراطور فرنس جوزيف إمبراطور نمسا والمجر والأمير فريدريك ولي عهد الدولة البروسية ودولة بروسيا كانت تضم جزء من ألمانيا المعروفة الآن وأجزاء من الدول المحيطة بها كان سمت بروسيا وزمرا من العواهل والأمراء الذين حضروا حفل افتتاح ترعة السويس كما كانت تسمى أنذاك قبل أن تسمى فيما بعد قناة السويس كانت تسمى ترعة السويس وأنفق فيها وحدة في الحفل ما بوصف الرجل الذي حضر وكتب ما أنفقته أسرة من أسر السابقة في أعياد مئات السنين من أسر الحاكمة في مصر مئات السنين من الأعياد أنفقها في الحفل حتى أن إمبراطورة أوجين وإمبراطورة فرنسا وفرنسا معروفة بمراعاة ما يسمى بالإيتيكيت والبروتوكول ويعني معروفة بفرنسا أنذاك بأنها دولة الآداب والفنون والرقي المادي ودولة الحضارة وأنها باريس عاصمة النور معروفة أنذاك بهذه الألقاب والأوصاف والأوصاف تقول إمبراطورة أوجيني يا إلهي إني لم أشاهد شيئا مثل هذا في حياتي إني لم أشاهد شيئا مثل هذا في حياتي وأيضا بدأ يعني استمرت الضيافة أسابيع متوالية طويلة امتازت بأطعمتها اللذيذة مشروباتها الفاخرة طبعا والخمر أدير وكذا وهي أم الخبائث وأدير في أم الدنيا ونزهها النيلية الجميلة نزه والضيافة التي كانت تبذل بسخاء لا يعرف حدا لا يعرف حدا وتفن لا يعبر عنه بوصف أبدا يعني مهما وصف يقول في السخاء الذي جرى مظاهر الاحتفال وتفنن الذي جرى ما يمكن أن يصفه لا عالم ولا أديب ولا صحفي ولا إعلامي ولا شيء ولا رجل سياسة أو مال يمكن أن يصف ما جرى وكان يقدم زائرا على العاهل المصري رجال سياسة ورجال أموال ورجال أعمال في العالم وملوك وأمراء وساسة وتجار وإلى آخرين فأنشئت لهم مراقص وأنشئت لهم مسارح في قاهرة وفي الإسكندرية فيها المثلون ومثلوا مابغ الفن كما يسمون وملوك الفن وملكاته إلى آخر هذا الهراء وفيها ما طاب ولذ وأخذ في الوصف يكفيني أن أذكر شيئا واحدا لكم أهدى الإمبراطورة أوجيني سريرا من الفضة الخالصة سرير من الفضة الخالصة وجعل قوائمه من صب عليها الذهب ورصعها بالماس القوائم بالماسي والزمرودي والأحجار الكريمة يهديها أهداها لمن؟ الإمبراطورة فرنسا هذا فقط جزء يعني هذا السرير يكلف مئات الألاف من الجنيهات إن ما فاق مليون جنيه لكن مع ذلك أهداها هدية فقط غير الهدايا التي توالت على الأمراء والرؤساء هذا فقط في حجف تتاح قناة السويس لكن ما سأذكره في الحلقة القادمة من حفلات عيادة جلوس ومن حفلات زواج أبنائه للأميرات شيء يفوق الوصف وفوق الخيال فسأذكر ذلك حلقة القادمة إن شاء الله ويلقاه الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة